أكتور محمد شوقي بالمناسبة واحد من عشاق وجماهير النادي الأهلي بعيدا عن المناصب بنقول أجمل ارتباط هو ارتباطك بحب وقيمة النادي الأهلي دي أمر ما فيهوش جدال يعني دي مش محتاجة يعني وصف الحمد لله ربنا يحفظ الأهلي ويديمه إن شاء الله أكتور محمد دي أمور كتير جدا كتير من الناس ما عرفهاش التزام بالبعثة جوه مناسب تم توفيره للعبين أعتقد النهاردة كل الظروف ظهرت في أرض الملع الحقيقة المراضي الحمد لله لعيبة النادي الأهلي دائما ملتزمين بس الحمد لله المراضي كانت الأمور هادئة جدا الفندق ما فيهوش زيارات حاولنا بقدر مساعدة وبرضه لازم تشكر القائمين على الفندق لأنهم ساعدونا جدا جدا توفر جو للعبين هادئ جدا وهم مركزين جهازهم الفني أكثر من رائع وجهازهم الإداري معاون دائما الحمد لله ونتيجة ده ربنا كرمنا الحمد لله من فضله يعني بتكلم مع معالي الوزير العمري فاروق بقول إن النادي الأهلي دائما بيد المثل وبيد القدوة على الرغم من وجود نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لكن دائما بيقد برئيس البعثة أعتقد بتدون رسالة مهمة جدا النادي الأهلي فيه قواعد وفيه أمور ما بتشوفهش في أي مكانتان غير في النادي الأهلي إحنا الحمد لله في النادي الأهلي ما نعرفش القصة دي خالص والوزير العمري راجل محترم بيعرف أمور الإدارية الصحيحة واللوايح وكلام من ده إحنا ما عندناش فروقات من بعد ما عندناش مين يعمل إيه ومن إحنا كلنا واحد كلنا بنشغل لنادي الأهلي وبنحب النادي الأهلي وكلنا بنغير من بعض كل واحد قدر حبه للنادي الأهلي قدير فالموضوع بسيط جدا ما إحناش زي الناس اللي بتحاول تاخد صورة أو منظر أو مكانة أو نادي الأهلي بأولاده الحمد لله كابتن الخطيب يعني عارف فتح خطوط الانتصال على مدارة الـ 24 ساعة بيتابع بيتصل بالدكتور محمد شاوي كابتن محمود لو كان موجود كان يبقى أريح يعني هو بيتابع كل تفصيل قد كده كل نص دقيقة ما دارش هو الكل دقيقة فربنا يحفظه ويحفظ النادي الأهلي ودائما إن شاء الله في انتصارات تشكرك يا دكتور ودائما في مزيد من الانتصارات بإذن الله لشاكل ربنا يديم علينا فضل إن شاء الله شكرا شكرا